نظرة الإسلام إلى الكون وأثرها في المناهج الدراسية الإنسان حينما ينظر في هذا الكون الذي يعيش فيه وذلك في ضوء التصور الإسلامي يجده مخلوقا لله تعالى خلقا هادفا قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وهذا الكون غيب وشهادة وهو من خلق الله تعالى عالم الغيب والشهادة أما الكون المغيب والذي لا نراه كالروح والملائكة والجن فنحن نؤمن به إيمان تسليم بوجوده كما علمنا الله تعالى والكون المشهود هو كل ما نحسه حولنا من شمس وقمر وسماء وغير ذلك وأيضا هذا الكون يسبح بحمد الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم من هنا كان على المناهج الدراسية أن تتناول هذا الجانب من الكون بالدراسة والتفكير واكتشاف قوانين الله تعالى ونواميسه وسنته فيه أما تأثير حقيقة هذا الكون على المناهج الدراسية فإنه ينبغي على مخطط المناهج الدراسية مراعاة أن تتضمن ما يليه واحد تربية الطالب على الارتباط الدائم بالله سبحانه وتعالى والخضوع المطلق لأوامره كما يخضع الكون كله بكائناته اثنين تدريب المتعلم على العمل الجاد لمعرفة كل ما سخره الله تعالى وما خلق له من نعم في هذا الكون وحثه على استخراجها واستثمارها التأكيد على أن هذا الكون غيب وشهادة وأن الإيمان بالغيب هو من أول صفات المتقين وأيضا عالم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل التأكيد على أن نصوص القرآن الكريم نصوص قطعية الدلالة ونهائية في تقرير الحقيقة ومن هنا لا يجوز لأي إنسان أن يستشهد على صدقها بالقوانين والنظريات العلمية المتصلة بالدراسات الكونية ترجمة نانسي قنقر